التقل الأستاذ علي الكثيري القام بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية قيادة نقابة المهندسين بالعاصمة عدن برئاسة المهندس عبد الرحمن حسن البصري واناقش السبل تفعيل نشاط النقابة وتحقيق أهدافها المختلفات تزامنا مع المستجدات الرهنة على الساحة الجنوبية اسوة بالنقابات الجنوبية الأخرى والبداية بإعادة مقرها بالعاصمة عدن اشتركوا في القناة